هنروح لكرة السلة كرة السلة النهاردة راح حد اثنين تلات كلمة تمرين بعد اخر ماش النهاردة مستر اجوستي بوش ادى الفرقة راح عشان بكرا ان شاء الله يتمرنوا تمرين هو يتوجهوا لسكندرية ان شاء الله عشان نلعب سبورتنج اولى مباريات الدور التاني خلاص احنا لعبنا السبع مباريات بتوقع الدور الاول فوزنا في خمسة اخسرنا في اثنين ترتبنا التاني رايحين سبورتنج بسم الله الرحمن الرحيم اول الدور التاني طبعا عندنا غيابات وقصابات او عندنا للأسف غيابات وقصابات عندنا مروان سرحان اللي هجيب فترة طويلة طبعا عشان عملها في صباحه كسيف سمير لسه مش جاهز عشان ركبته عندنا كمان احمد حمد اللي في امريكا طبعا بسبب ظروف طرقة شديدة جدا عليه اتطر يسافر امريكا لقصيته هناك مايكل تومسن اللي قصيب بفيروس كورونا ولكن حضراتكم عارفين ان مستر اجوستي بوش من اول يوم توالى المسئولية وهو مدي للناشئين الفرصة لانه عامل حساب اليوم ده وجينا احنا دلوقتي بينا نشوف السوبر ستارز في الفرقة صغيرين السوبر ستارز في الفرقة صغيرين وعايز اقول لكم برضو انه الحقيقة دي سياسة مستر اجوستي بوش احنا حتى لو احنا احنا تابعناه والسنة اللي فاتت كان ماسك احد الفرق وفي مصر يعني شكنا سيستيمه ونظام هو بيحاول دايما يحافظ على وجود اللاعب الصغيرين ودايما هو من انصار ان اللاعب الصغير ياخد فرصته الحقيقة وجي اليوم الحقيقة انهاردا عندنا اصابات ولكن عندنا سكواد كويس اربعين في المية منه او خمسة او تلاتين في المية يمكن تقريبا هو قوام الفريق من الزغيرين طبعا فيه انباء لعيبة جاية لعيبة رايحة كالعادة وكعادة من الابطال وعادة القناة النادي الاهلي ما بنعلنش عن اي صفقة في اي لعبة الا ما النادي الاهلي يعلم عنها الاول احنا طبعا قلنا لكم من حلقة الفاتحة ان شاء الله باذن الله انتظروا اخبار كويسة احنا ما بنعلنش عن اي حاجة الا لما النادي الاهلي يعلم وهي دي ثقافة النادي الاهلي وهي دي اللي تعلمناها النادي الاهلي يقول ضن احنا نقول ضن عارفين اعارفين بحكم ان احنا محبين والدنيا كلها شايفة فيه ناس هتطلع اعارة فيه ناس جاية فيه النادي الاهلي هو اللي بيعلم الاول وبعدي احنا بنقول الوضع ايه فان شاء الله باذن الله أنا أتمنى توفيع لكرة السلة تحس إن شاء الله أن الموضوع بإذن الله سيصير للأحسن بدعم بإذن الله بدعمكم وفي القبل ده كل توفيع ربنا سبحانه وتعالى